اشتركوا في القناة اخويا عيماد شكراً على الاستضافة الله يبرك وصافي بليزير نحضر معكم هنا في 380 سيمون اشكتعود؟ كان عود الحمد لله راني في بلادي فرحان مع الحباب مع الصحاب ديما كتدير لازالي عطور بين بركسل تقريبا هادي تقريبا شي دوز اون يعني شحال ديما كنت نحفط بززاف للمغرب يعني كنتدير موسيقى غير في الأوروبة ويني بدات يعني كانت اغنية الولادية اللي بدارت السيكسي ديال ما كانش عينتي يعني ولو كي عطولي في السيباء اللي صوري وليس كان هاول بززاف للمغرب وخصنان هاول المغرب بسك دكشي اللي كان ديرو خصنان بينو في بلادنا طيب لستيل ديالك انت موسيقى 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 بطيش يديرو دي كنترات موسيقى 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 و أحدنا رجعتني و أحد صواري في بريوكسل بالضبط و أمريكت الأمبونس يعني بريوكسل بحركة ركت ديجا جيتي تمّا بريوكسل محلها رك في المغرب يعني مغرب مئة في المئة الربعات الصباح الخمسات الصباح كامشينا كله بيه و الكراعين يعني رك عارف حضحنا في المغرب وبقيت تمّا يعني ساقرت وتمّا و مبادتتتزوجتي يعني الواحد بشي 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 بغريبي أو لب لأه قورية قورية صوب الورقات أنا قورية تجوجتي شي كتر من ثلاثة المرات ماذا صح هذا الشيء؟ أه حارم السلطان لا، ما زاكي العقل كنت في واحدة صواري تمّا كفرشي نتلقيها المرة الأولى وبالا تلقيتها و تزوجنا عندك معها بنيتها؟ لا، هذه التالية هي اللي عندي معها بنيتها طيب حيث أنا ديما كنت كان خاف كانت في واحدة كان خاف معها قورية ولا كان خاف ندير لولادها كنشوف المشاكل اللي واقعين الفنانات أما والناس عاديين يعني مع القورة يعني ديما أنا كنت تبع القرية ديال الدين ديالنا والأولى يعني ما كانتش مثل المعمل الجوجة اللي مورها كانوا يعني دي كونفيرتي وإسلام يعني حمد الله الجوجة اللي وراها تبارك الله عليك ودبا حاليا؟ متزوج؟ لا دبا طلق بدون 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 طيب سيمو نحن في هذه الحلقة نحاول ندر شوية على الراي بزاف الناس تعتقدون بأن الراي جزائري مية في المية يعني إحنا في المغرب غير جانا شنو أنت في نظرك؟ وأنا من كانتسمع هاك يعني كان الصراحة كان مغين هدرا عليه ديما في الإعلان وشحال مرة هدرت أنا ونقشنا أنا وصديق ديالي الفنان الكبير الشاب كادرت هو بأن اللي بغيت نفهم الناس بأن الراي مغربي وجزائري علاش؟ بس كوشحال هذه إحنا بين المغرب والجزائري ما كانوش لفرونتير كانو يعني المغربة كيمشي وليزارتيري أنا كعارف حنا خوتي يعني بحرقة تقول دولة وحدة من بعض اللي استعمار هو ليفرق وكانوش حال هذه قبل مرأي كانت القصبة والقلال كانوشيوخ اللي منهم معروفين مثلا كنقولو محمد ليونسي حمد ليو عبدالله المقانا رئيس ريميتي فورا هدو مغربة دينا شيوخ المغربة عمار ريميتي كانت زاير كانت شيوخ المغربة يعني كان مغربة داكو وراي ميجاي من القصبة والقلال غير غير اللي زانجينيان شنوقة فلت بريود درخي تطوروه مثلا دخلو فيها الكامنجا الفيولوند خلو فيها ودكشي بعد ذلك عرف خالد مامي من كانوشيو لالفرنسا كانت عندهم تكو تشانس مع دي جون برودكتور عالميين ووصلو العالميين ربما إلا ما خانتناش ذاكرة فالرايت قريبا بطريقة جديدة ديالو مني نعود في توزيع ديالو طريقة الأداء ربما بان مع المغربة مثلا مع الشاب ميمون رشيد بالرياح مات ميمون كانت أغاني ميمون كانت قدم مخالد وكانت أغاني لأخذهم مخالد وعاودهم يعني الناس لاعرفين شهاد القادية رشيد بالرياح لا ميم شوز يعني الحمدلله عنا فنانة أو كي نقولو من أساسي ديالي كبار ميمون ورشيد بالرياح كادر هالنسلي أنا ديما النسلي سبقوني وأعطوا في الموسيقى كادر مثلا كادر دار العالمية قبل مثلا مخالد مش نظروا صراحة يعني كان عندو أوركيستر في فرنسا هو ديجا بحل أمشى صغير في فرنسا وكنوا أكون واحد الجروب يعني لايف يعني ماشي غيب نوء بالسانتي والبواطا لايف قبل مخالد وقبل ممان يعني الحمدلله هلنا مغربة اللي كانوا قبل في الراي يعني في طيب هاد المدارس ديلل aye واش كله هي بكتجيك البحل بحل أمشى الراي اللي بايتني تفهمنس هو الراي في بезжاف ديال المدارس مثلا من كان اخده الراي ديال ميمون مثلا مثلا ماشى او ديال خلد الميمون كان غلبي احنا موسيقيا أغلبية الأغنية كان يدخل فيهم الأن كارديوتون بحل باياتي وبحل.. تم أنهم كانوا أحد مغني جزائري الزهواني تقريباً كانوا بحل السيل الميمون خالد عبد العالمية مع مشال فرنسا خصويل أبو ديدا بشي سمعوه تالي بوير أحسني كان عنده رايسون تيمون طال كانت عنده خدمة ديفيرون اللي توجد الناس اللي يخدمون معه يعني كين بزاف دين المدارس ما مدرسة اللي قريبة لك؟ أنا يعني من بديت صغير أنا رويت بزاف على مغني اللي كانوا معروفين مثل منهم شاب نيمون كان كامال كان فتزاير كان الجلطي محمد لامين الله يرحمه التعاقل يعني تعاقل ربدا قديم كان هوري بنشنات كان بزاف ديال خالد ومامي هذيك يعني جمعت من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا والمغني درا يخصوا يكون يعني يسمع لكل شيء بشي يسمع للمدارس وتم تكون الشخصية ديالك طيب حاليا شكل من هاد الفنانين كلهم اللي دابا بارز يعني حيث متان عاقيل حقيقة ما بتعرف بعد نهنا في المغرب بزاف حتى مسكين تتوفى لانا كان دور على الجمهور العام ماشي الناس اللي كانوا في الميدا لانا انا استقبلتو فواحد الوقت فى دوزام ايامها شاب عاقيل ولكن شكل دابا بلي جامعة رون بلاسة هاد هي ما كينش واحد كي يا رون بلاسة حيث دابا عاقيل ما كينش ليا رون بلاسة فاس كو عندو واحد واحد الصوص دياله عندو واحد احساس فى فى الغناء عندو كان الله يرحمه تهو كي كتاب كان كاي لحاني فى السوديو عرابي كفى فى الزاية دابا كل واحده له سيلياله ما قدرش نقولو هادا حسن من هادا سيف غيره كينه judgment كان اقولو هوا sprayنا عندو لكن لكن كل واحده له سيلياله طيب رنان إنا سمعنا شي حاجة دير وشي مو الاسهر عايق الي BY TMS اوحو نبغي تلغ يا سلام عليك يا سلام عليك اللي بل ليش مني كانا كنا نهضروه يعني اللي طون ديالك سي نوما ده بفل يعني كتغلي فى طبقه عالية حتى نغني شوية علي طيب حتى الان شحل عندك ديالي سينجل ديالك عندي الالبوم ديالي اللو اللي كانوا فيه تسمية الاغاني اسميه تخليي البيضاء اللي كانت فيه مكينش غينتي وسبح الله ما كناش معولينا ذاك الاغنية كنا نوجد الحمدى ويدين اغانية اخرى نصدقات هي اللي اللي تعرفتي بها كانت في نفس الالبوم كانت تخليي البيضاء اللي كانت تخدمت بزاف الشرق كانت ستيل هندي وكانت مكينش غينتي موراها في نفس الالبوم حتى داك الوقت بدا البراطاج شي مرة تلقى اغنية مما كتابش كل يكي يغنيها دايزة في المغرب كانت مكينش غينتي كانت تخليي البيضاء في نفس الالبوم كان الالبوم اللي كنت تدرته في برسالون اللي فيه الشعبية والراي درت بحل سهرة شعبية راي رقادة حتى كانت غنيتها رقادة وشعبية هوا وكانين ديسين اللي خرجوا معدي دي جي معروفين فاش بدا داك بحل ديال دومتاك كانت تدرت واحد السيكسي دومتاك كانت واحد السيكسي بلاد فوريفر ديال الشاخ وماخو كانت واحدة اللي كنت تدوزها معاك اول مرة في شديد في الدوزين ديال الشالالاي شالالاي بس كذلك الوقت اللي كان واقع هي كان شي مرة احنا كانت سبقوا هاديك الشالالاي ما حد سوى لي شنو هي دي ما ما تغفوها كان حولو في شي اغنية كان درو شي كلمة اللي تبقى شا شد الانسان بفرنسي كتبقى في الراي في الراس واستعملنا داك الكلمة والحمدلله اغنية يعني ضارت ودك ش واعنى دكش مشاكل مع فنانين في الميدان الحمدلله ما كانش يعني الفنانة كاملين كان نجي هنالك عزيزة يعني عزيزة عليهم ما كان ندخلش هنا ما كان نحاولش ندخل المزايا بالندم اللي كي يدخل كتبقى عنده واحد أنا اللي كنقول من رأي الياري كتبقى عنده مشاكل دي ما كيبقى ذاك الاحتيارة دايما الناس يقول لي لأن الفنان هذا سامي راي هو الاخدي وطبعا صديقه عزيزة علينا ولكن كيبقى عندك شي مشكلة نتويا واخوك هو واخوة يا أخوة يعني مكرش وحدة يعني مكنتشبهوش ما رك عارف دا بكتلقى كتبقى لي سابق في الميدان لا أنا قبل من نواره براسه كيبقى يعني الديغنية وكيبقى الاخديالي الاسد داك شي إذا ما كيش مشكل بيناتكم يعني غدين حكي لكي سؤولة احنا كيبقى خمسات سبعان ما كيتشبهوش كتلقى كل واحد الكاراكتير ديان وقدرنا قوله أنا دير هادي قولي الله ندير هادي كتبقى ذاك الغنانات قالك المصارين في الكرش وكيبقى ذاك الغنانات وذاك شي ولكي مش يدابزين الحمدلله ربونا وليدنا وحدة طربية وذاك شي ما كتبقى يعني تمع صاحبك تمع الوليدة ديانك تقدر تنيرفع مه وكعظ شي مرة الناس كيزيدوا نشكرك على الحضور ديانك معنا ونتمنونك يشاء الله التوفيق والمزيد سيمو الله يحبك الله يبارك فيك وشكرا على استضافة وكوان تحية التقنيين اللي معناه وتحية المغربة داخل وخارج الوطن أحبائي شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة